رسائل في كل اتجاه يبعثها المرشح الجمهوري دونالد ترامب يحاول من خلالها الوصول إلى كافة فئات المجتمع الأمريكي لاستقطابهم في الانتخابات الرئاسية بينهم فئة الناخبين العرب والمسلمين وعد ترامب بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتعهد خلال رسالة إلى اللبنانيين بإحلال السلام هذه الأمور وسواها نناقشها مع منسق العلاقات العربية لترامب دكتور بوروس مسعد أهلا وسهلا فيك عبر النهار يعطيكم العافية أهلا وسهلا دكتور بوروس بحب بلش معك من نقطة حرب في الشرق الأوسط وعد ترامب بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأعلن أن لديه رؤية في هذا السياق ما هي رؤية ترامب لإنهاء هذه الحرب وعلى ماذا تقوم؟ أول شيء الحقيقة هو رئيس ترامب رئيس يمانع هذه الحروب وهو ضد كل الحروب ومش بس بالشرق الأوسط ضد الحرب بأوكرانيا مع روسيا ضد الحرب بالسودان ضد كل هذه الحروب والنزاعات اللي عم نشوفها بعدة مناطق بالعالم هو الرئيس الوحيد بتاريخ الحديث للولايات المتحدة اللي ما بدي أي حرب خلال عهده هو الرئيس اللي أنهى الحروب خلال عهده هو الرئيس اللي سحب جيوش أمريكية خلال أول ولاي لأله حتى موضوع أفغانستان ونحن بمنطقة الشرق الأوسط طبعا استغل ضعفهم من قبل إيران ومن قبل المنظمات التابعة لإيران أكان في غزة أو لبنان أو اليمن أو غيرها هو بيعتبر أنه لو كان هو بالبيت الأبيض هذه الحروب كلها ما كانت حصلة وبيعتبر أنه هذه الحروب لازم تنتهي فوراً هو ضد قتل المدنيين لأي جهة تمو وهو مع إنهاء هذه الحروب فوراً هلأ هو أيضاً بنفس الوقت شفنا إنجازاته خلال عهده كرئيس لجمهورية الولايات المتحدة شفنا إنه هو رئيس السلام قدر ينجز أربع اتفاقية إبراهام أكورز للسلام مع أربع بلدين عربية مهمة وكان على وشك أن ينجز المعاهدة الخامسة والأهم يلي هي المعاهدة مع المملكة العربية السعودية ولو إنجزت هذه وهي كانت الحقيقة بآخر أسابيع من عهده لو إنجزت هذه الاتفاقية كان في حوالي بين 12 وال15 بلد عربي جاهز وينطى كان بانتظار هذه المعاهدة مع السعودية كانوا جاهزين إنه يدخلوا بهذه المعاهدات السلام لإبراهام أكورز فهو الخطة طبعا هو التواصل والشراكة مع البلدين العربية ومع جامعة الدول العربية ولسيما الشركاء والحلفاء من هذه الدول العربية أكانوا الحلفاء بالخليج وعلى رأسهم طبعاً المملكة العربية السعودية وكمان كطر والإمارات وغيرها أو الحلفاء الآخرين مثل مصر والأردن وغيرهم فبالتعاون مع هؤدي الحلفاء من ناحية ومن ناحية تانية طبعاً مع الحلفاء الناتو بالأوروبيين مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها من ناحية تانية طبعاً التواصل مع الجهة الإسرائيلية ومن ناحية تالتي كمان أيضاً التواصل مع الجهة الإيرانية لأنه تتكلم مراراً عن موضوع الاتفاق النووي مع إيران وكان بيعتبر أنه لو أعيد انتخابه لدورة تانية متتالية كان باستطاعته الوصول إلى اتفاق نووي جديد مع إيران وكانت إيران جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتواصل إلى اتفاق نووي جديد يكون مرضي لجميع الأفريقاء بالشرق الأوسط ومرضي طبعاً للولايات المتحدة فمن خلال هذا التواصل ومن خلال هذا الحوار من خلال السعي إلى الوصول إلى السلام كل هذه الأمور طبعاً تنحق طيب ثمت من يقول أن حل الدولتين بات من الماضي وفق أي حل سياسي تقوم رؤية ترامب للحقيقة هو أكيد ما صار من الماضي هو مبدئياً الحل المتقدم أكتر يعني في حلين يا حل دولتين يا حل دولة واحدة الحل الدولتين هو الحل المتقدم أكتر للحقيقة أكيد ما صار من الماضي هو صعب لا شك أنه حل صعب جداً ومعقد ولكن لازم البدء بنقطة معينة يعني شفنا أنه خلال عهده الأول سعى للوصول إلى اتفاقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكون مرضية للجميع ولكن شفنا أنه الطرفين ما كانوا راضيين عنا حتى شفنا أنه يعني الطرف الإسرائيلي كان رافض لعدد من البنود والطرف الفلسطيني كذلك الأمر هلأ يمكن صار في بعض الأمور اللي خلت ضوء يعني صلتت الضوء أكتر على الشقة الابتصادية من هذه الاتفاقية وصار فيه انتقاد لقلع ولكن هو بيعتبر أنه الشق الاقتصادي يلي ممكن يأمن الازدهار للشعب الفلسطيني هو شق مهم جداً وهو قائم على الشراكة مع البلدين العربية ولسيما بلدين الخليج لأنه ما فينا نحكي عن سلام وعن استقرار يحمي الطرفين على المدى الطويل من دون استقرار اقتصادي وازدهار اقتصادي يعني استقرار وازدهار الشعب الفلسطيني والاقتصادي الفلسطيني هو شيء مهم جداً ولكن للأسف هذا الاتفاق أو الطرح كان يلزم المزيد من الوقت هناك عدد من النقاط ممكن حلها لا يوجد شيء مستحيل أكيد الموضوع يأخذ وقت ولكن لا يوجد شيء مستحيل أبداً بماذا تختلف رؤية ترامب عن رؤية الإدارة الديمقراطية الحالية وعن رؤية المرشحة كمالة هارس هلأ أول شيء شفنا مش بس هي موضوع رؤية هي موضوع للحقيقة إنجازات خلال العهدين شفنا أربع سنين مع الرئيس ترامب وشفنا أربع سنين مع بايدن وهارس هلأ خلال أربع سنين للرئيس ترامب شفنا أنه قدر ينهي الحروب وقدر أنه حتى يسحب الجيوش الأمريكية وتفوق شفنا أنه تفوق على داعش مثلاً وكان له إنجازات عديدة أكان بأوروبا الشرقية أو بالشرق الأوسط أو بمناطق أخرى أفريقية أو أسيوية حتى بموضوع السودان وأفغانستان وغيرهم ونشوف بالمقابل مع عهد بايدن وهارس الفرق كبير جداً شفنا كل هذه الحروب بديت إذا نجي نطلع موضوع روسي نشوف أنه روسيا خلال عهد جورج دابليو بوش قدرت تفوت ويعني تعتدي على جيرانا خلال عهد أوباما كذلك الأمر وخلال عهد بايدن كذلك الأمر اليوم مع أوكرانيا ولكن الفترة الوحيدة هي الأربع سنين العهد الأول للرئيس ترامب روسيا ما قدرت تأخذ ولا سنتيمتر واحد من أي أو تعتدي على أي من جيرانا فهو رئيس قوي وهو مؤمن بسياسة السلام من خلال الكوة يعني الدكترين يلي هي فهناك اختلاف جزري وكبير بعدين شفنا فشل يعني إدارة بايدن وهاريس من أكتر من سنة لليوم من 7 أكتوبر الماضي لليوم شفنا فشل زريع بالموضوع اللي يتعلق بحرب غزة ما قدروا حتى يتوصلوا لأي وقف لإطلاق النار على الإطلاق ما قدروا يوصلوا لأي اتفاقية ما قدروا يسترجعوا الرهائن الأمريكية اللي هي دايما هذه أولوية عند أي رئيس أمريكي فشفنا فشل زريع الحقيقة عند هذه الإدارة بالإضافة لذلك نحن نعرف أنه المرشحة هاريس تنتمي لما يسمى الستابلشمنت والدولة العميقة هي بس هي مجرد صورة بس كمرشحة مجرد صورة ولكن الإدارة لهذه الحروب والما وراء هذه الصورة هي الستابلشمنت الأمريكي والدولة العميقة اللي هي للحقيقة هي فينا نعتبرها نوع من مؤسسة خطيرة جدا هي وراء كل هذه الحروب وهي بناسبة أنه يكون في حروب مندلعة بعدد من أنحاء العالم فالفرق كبير جدا نعرف أنه رئيس ترامب هو بشكل كامل مناهد وضد هذه الدولة العميقة بالولايات المتحدة في عهده السابق انتهج دونالد ترامب سياسة الضغط القصوى أي سياسة سينتهجها ضد إيران في حال تمكن من الفوز بالانتخابات الرئاسية وبشكل خاص ضد حزب الله شفنا أنه خلال عهده سياسة العقوبات ضد إيران كانت ناجحة جدا من المنظر الأمريكي طبعا كانت ناجحة جدا ووصلوا خلال آخر عهده إلى قناعة ووصل الطرف الإيراني إلى قناعة أنه صار مفروض يجلسوا على التولة ويتوصلوا إلى اتفاق جديد نووي طبعا يحل مكان اتفاق أوباما شفنا هو صرح حتى مؤخرا هو يكون كل الاحترام والتقدير للشعب الإيراني هو ما عنده أي شي ضد الشعب الإيراني هو بيعتبر أن إيران هي تتمتع بشعب عريق جدا وبحضارة عريقة جدا وتاريخ عريق وهو يود كل الاحترام لأله ولكن هذا النظام طبعا نحن شفنا كيف يتم التعاطي بمناطق مختلفة من الشرق الأوسط والعالم حتى مع هذا النظام هو مستعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي الهم الوحيد بالنسبة للشعب الإيراني بالشرق الأوسط هو عدم حصول إيران على سلح نووي هذا الشيء الأول والشيء الثاني طبعا بيتعلق بالمنظمات التابعة للنظام الإيراني بالبشر الأوسط غير هيك ما فيه إشكال مع إيران كبلد أو كشعب ما فيه أي إشكال أبدا طب سؤال إضافة أخير كونك منصق العلاقات العربية لترامب ما حال الصوت العربي اليوم في الانتخابات الرئاسية قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات؟ الحقيقة شفنا أنه هناك موجة تأييد كبيرة للرئيس ترامب مؤخرا من قبل الأصوات العربية الأمريكية والمسلمة الأمريكية نحن نعرف أن الصوت العربي أو الشرق أوسط في الولايات المتحدة هو صوت مسيحي ومسلم يعني حتى الأكترية هي مسيحية الحقيقة يمكن دوصل عددهم لحوالي 65 أو 70% بين المسيحيين اللبنانيين والمسيحيين الكلدان والأشوريين من العراق والأكباط من مصر وطبعا من سوريا وفلسطين وغيرهم من البلدان العربية هن الأكترية الشرق أوسطيين في الولايات المتحدة هن من المسيحيين عند المسيحيين هناك تأييد واسع جدا للرئيس ترامب يتعدى 80% الحقيقة الشغل مع الجاليات المسيحية بالولايات المتحدة لسيما بالولايات المتأرجحة مثل ميشيغن وأريزونا وبنسلفانيا وغيرهم عند المسيحيين هو شغل لزيادة نسبة الاقتراع هن مقتنعين بالرئيس ترامب وبالحزب الجمهوري وهن بصوته بشكل عام للحزب الجمهوري أما عند الصوت المسلم نحنا شفنا أنه بعد 11 أيلول انتقل هذا الصوت بشكل كتير كبير من الحزب الجمهوري للحزب الديمقراطي يعني فيه نعتبر أنه صار له حوالي 23 سنة عم بيصوت للحزب الديمقراطي بس بعد هنك يعني عاملين أساسيين هناك حرب غزة طبعا من سنة لليوم صار فيه ردة فعل قاسية جدا ضد إدارة بايدن وهاريس وردة فعل طبعا على فشل إدارة بايدن وهاريس بالوصول إلى أي اتفاق أو إلى هدنة أو وقف إطلاق نار أو غيرها هذا شئ طبعا أساسي نحنا قدرنا نفوت من خلاله لقناع هذه الجاليات والشئة الثانية والمهم جدا أيضا بالولايات المتحدة هي أنه هذه الجاليات المسلمة هي جاليات بطبيعتها محافظة عم نشوف نحن مؤخرا آخر كم سنين وخاصة آخر أربع سنين السياسات المتبعة من قبل الحزب الديموقراطي ولسيما بايدن وهاريس وخاصة المرشحة هاريس اليوم مع مرشح نائب رئيسي اللي مع تيم وولز هني إلى أقصى اليسار بما يتعلق بالشئ الاجتماعي المبادئ والأسس الأخلاقية اللي نحن بنتمتع فيها كشرق أوسطيين أكنا مسيحيين أو مسلمين أبدا ما بتتطابق مع المبادئ اللي عم يمشوا عليها اليوم اليسار المتطرف في الحزب الديموقراطي اللي هي بتمثله المرشحة هاريس بما يتعلق خاصة بالأطفال وبالتلميذ وبالمدارس وبالشئ الاجتماعي بشكل عام والشئ الأسري بشكل عام هذا كمان كان موضوع كتير كتير مهم وأساسي عند الجاليات المسلمة خاصة والمسيحية طبعا دكتور بولس شكرا على هذه المشاركة مشاهدي النهار شكرا على المتابعة ونلقاكم في حلقة جديدة من أمريكا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة